اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كشفت المصادر المطلعة عن ان بعثت الامم المتحدة الاستئناف في الصحراء المغربية من روسو ربعت تقرير مستفصلة حول حادث الاستهداف المدنيين بمدينة سمارة المغربية بقادفات متفجرة ما تسبب في وفاة شخص وإصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وأكدت المصادر أن التقرير المفصل من روسو عدم معطيات تفصيلية حول حادثة بما في ذلك أن الهجوم استهدف أحياء سكنية بمدينة سمارة المغربية وأن المنشيات البوليسية الانفصالية المدعومة من الجزائر هي المسؤولة عنها وآلنا وكه العام الملك لدى المحكمة الاستئناف بالعيون أنه تم تكليف سرطة القضائية المختصة بإجراء بحث قضائية لتسجيل وفاة شخص وإصابة الثلاثة آخرين نتيجة إطلاق المغدوفات والمتفجهات السادفة أحياء مساكنة مدينة سمارة المغربية وأضاف الوكيل العام أن الفارق البحث سيجري الخبرات ثقنية والبلاسيتية الضرورية للكشف عن مصدر وطابعة المغدوفات المتفجرة التي تسببت في وفاة أحد ضحايا وإصابة ثلاثة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة البليغة وخالص البلاغ إلى تأكد على أن الوكيل العام لدى المحكمة الاستئناف بمدينة العيون سيحرص على ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ضوء نتائج البحث تمكنت عاصر الفرق الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني ما كاد بطنجا مساء أمس الأحد من توقف أربعة أشخاص قاسرين تتراوح أعمارهم بين 17 و16 سنة وذلك الاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة بالخطف وشراء أشياء محتصل عليها من جانيها وجعل توقيف ثلاثة من الاشتباه فيهم بعد تورطهم في ارتكاب عمل سرقة بالخطف استهدفت هاتف محمول مملوكا لأحد المواطنين نتج عنها وفاة ضحية بسكتة قلبية ومفاجأة خلال محاولة تعقبهم كما أصفرت إجراءات البحث كذلك عن توقيف القاسر الرابع من اشتباه في تورطه في شراء الهاتف المحمول المتحصل عليه من هذه الجريمة هذا وتم الاحتفاظ بالمشباه فيهم الثلاثة تحت التدابير الملاحظة لأن إشارة البحث الذي يجري تحت الإشراف المباشر للنياب العام المختص في حين تم الاستماع للقاسر الرابع في انتظار تقديمه رفقة سباق والشباه فيهم بعد انتهاء إجراءات البحث في هذه القضية شدت بحثة نادي الوزاد الرياضي صباح يومه الاثنين الرحالة صوبى تونس تأهبا لمواجهة نادي التعراجي تونس الرياضي برسم إياب النصف النهائي الدولة الإفريقية وانطلقت رحلة فريق نادي الوزاد الرياضي في حدود الساعة العاشرة صباحا من مطار محمد الخميس بالدور البيضاء في اتجاه تونس استعدادا للمبارة المذكورة وكانت كتيبة عادلة رمزية قد حسمت لقاء الذهب الذي جار أمثل أحد على أرضية الملعب محمد الخميس بمدينة الدار البيضاء المغربية بهدف دون مقابل في توقيع هشام بوسفيانا وتزرى مباراة بين الفريقين في الإياب في رادس بعد غدا الأربعاء انطلقا من الساعة الرابعة عصرا بتوقيت غريليات وبعدها ستشد بعثة الوزاد الرياضي المغربي الرحاة صوبة ديارة مباشرة بعد نهاية المباراة شكرا على فصل المشاهدة لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة